سوف نتعرف في هذا الجزء على كفية إنشاء قواعد البيانات بالسخدام النماذج سابقة الإعداد Templates ونبدأ بالضغط على الأمر General Templates من جزء New from Templates في لوحة الوضع في New File فيظهر المربع الحواري Templates الذي يحتوي على النماذج سابقة الإعداد التي يوفرها البرنامج وكما نرى يحتوي المربع الحواري على لوحة المتغيرات General واللوحة Database وباختيار لوحة المتغيرات Database نرى أنها تحتوي على العديد من قواعد البيانات سابقة الإعداد وبالضغط المؤشر على أي من قواعد البيانات سوف تظهر له معينة في الجزء Preview على يمين المربع الحواري فنختار قاعدة البيانات Contact Management ونضغط على المستقف OK فيظهر أمر ربع الحواري File New Database وكما نرى أن البرنامج يضع اسم افتراضي لقاعدة البيانات الجديدة وإذا أردنا تغيير هذا الاسم نقوم بإذفال الاسم الذي نريده مباشرة في هذه الخانة فنكتب على سبيل المثال My Contact Database ومن القائمة Save N نختار المشار الذي نريده لحفظ قاعدة البيانات ثم نضغط على المستقف Create فيظهر معالج قواعد البيانات Database Wizard الذي يحتوي على العديد من الخطوات التي تمكننا من تحديد الخرارات المختلفة لقاعدة البيانات وتظهر في هذا الجزء قائمة بالوظائف الأساسية التي يتم تحقيقها من خلال قاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها فنضغط على المستقف Next لبدء تحديد خيارات قاعدة البيانات فتظهر قائمة بالجداول التي سيتم إنشاؤها في الجزء Tables in the Database وباختيار أي من هذه الجداول تظهر قائمة بالحقول Fields المكونة لهذا الجدول ونرى أسهل هذه القائمة العديد من الحقول التي تظهر بخط مائل وهي عبارة عن حقول افتيارية غير مختارة كوضاء افتراضي ويمكننا إضافة أي من هذه الحقول إلى الجدول إذا أردنا فإذا أردنا على سبيل المثال إضافة حق الخاص بإدخال أسماء الأبناء لهذا الجدول نختار Excel Brand Name وبعد تخديد جميع الحقول التي نريدها داخل كل جدول من هذه الجداول نضغط على مفتاح Next وفي هذه القائمة تظهر عدة نماذج سابقة العداد لفاكل النماذج Form وباختيار أي من هذه النماذج يظهر شكل مصادر بهذا النماذج في الجزء الأيسر من المربع الحواري فنقوم باختيار أحد هذه النماذج ثم نضغط Next فتظهر قائمة تختبع على عدة نماذج سابقة الإعداد لأساليب طباعة النماذج بقرس فنختار أحد هذه النماذج ثم نضغط Next فيتم الانتقال إلى الخطوة التالية لتحديد عنوان لقاعدة البيانات فنضف العنوان لقاعدة البيانات في هذه الخامة وإذا أردنا نستئنه يمكننا اختيار صورة معينة لكي يتم طباعتها في الجزء الأيسر على الوي للتقرير كما نرى في جزء المعينة وذلك باختيار Yes I'd like to include a picture ثم نضغط على المفتاح Picture ونختار الصورة التي نريدها من المربع الحواري Insert Picture ثم نضغط على المفتاح OK قد تظهر معينة للصورة التي قمنا بإدخالها في هذا الجزء والآن نضغط Next للانتقال إلى الخطوة التالية فنرى أن الاختيار Yes Start the Database فعالا في حالة الاجتراضية ويعمل هذا الاختيار على تسجيل قاعدة البيانات بمجرد الضغط على المفتاح Finish الموجود بهذا المربع الحواري والاختيار Display Help in Using Database يعمل على عرض المساعدة Help الخاصة بقاعدة البيانات عند تسجيلها وبهذا نكون قد انتهينا من إعداد جميع الخيارات الخاصة بإنشاء قاعدة البيانات فنضغط على المفتاح Finish فيتم إنشاء قاعدة البيانات بالإعدادات التي قمنا بتحديدها ويظهر النموذج الرئيسي Main Stretch Board الخاص بقاعدة البيانات ويستخدم هذا النموذج للوصول إلى جميع النماذج والتقارير الخاصة بقاعدة البيانات حيث يمكننا إدخال البيانات إلى جداول عن طريق هذه النماذج كما يمكننا إدخال البيانات إلى الجداول مباشرة وليس عن طريق النمالج Form ولعمل ذلك نقوم بإغلاق النموذج Main Stretch Board ثم نكبر النافذة Database Window وذلك بالضغط على المفتاح Maximize وللوصول إلى جداول قاعدة البيانات نضغط على المفتاح Tables من شريط الأدوية Objects ولإدخال بيانات أحد الأشخاص داخل الجدول Context نضغط بقصة مزوجة على Context من الجزء الأيمن من هذه النفذة فيتم فتح الجدول ونلاحظ ظهور اسم الجدول في شريط العنوان الخاص بالبرنامج وبالنظر إلى الجدول نلاحظ ظهور أسماء الحقول التي قمنا بتحديدها داخل هذا الجدول ونلاحظ في الحق Contact ID ظهور الكلمة AutoNumber وتعني هذه الكلمة أن هذا الحق يتم ترقيمه تلقائيا بدون تدخل من المشتخدم وذلك حتى لا يتم تكرار الرقم الذي يتم إدخاله داخل هذا الحق وذلك لاستخدامه كمفتاح أساسي Primary Key لهذا الجدول ولإدخال البيانات إلى الجدول نضغط بمعشف الحق First Name ونقوم بإدخال إش ماشف ثم نضغط على مفتاح Tab من لوحة المفاتيح فيتم الانتقال إلى الحق التالي داخل الجدول وهو الحق Last Name فندخل اسم العائلة ونضغط المفتاح Tab فيتم الانتقال إلى الحق التالي فنقوم بإدخال بيانات جميع الحقول بنفس الطريقة وفي أسفل هذه النافذة نضغط شريط الأدوات Navigation Toolbar ويستهدم هذا الشريط للتنقل بين سجلات الجدول وسوف نتعرف على هذا الشريط تفصيليا في الأجزاء القادمة ولإنشاء سجل جديد داخل هذا الجدول نضغط على مفتاح New Record فيتم إنشاء سجل جديد فنقوم بإدخال بيانات على السجل بنفس الطريقة السابقة وإن كنا إنشاء العديد من السجلات بنفس الطريقة ولحفظ التعديلات التي تم إجراؤها على هذا الجدول نضغط على مفتاح Save من شريط الأدوات DataDays ولإغلاق الجدول الحالي والعودة إلى النافذة الرئيسية نضغط على مفتاح Close وإنكمن إرخال البيانات إلى باقي الجدول بنفس الطريقة أو عن طريق استخدام النماذج Forms ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر